يعني اليوم أنا شايف نقطة كتير كتير صعبة أنه صنفنا حتى الطوايف المسيحية بفكرة كتابية وكأنه هذا يعني إلنا أنا شخصيا حضرتك من الكنيسة الرسولية كأنك تمتلك الروح القدس هو تابع للكنيسة الرسولية أو كنيسة معمدنية بتركز على المعمودية أو كنيسة تاريخية اللي بتركز مثلا على التعليم ولكن أيضا يعني كأنه العذرة هي من نصيبهم يعني فصار كل شخصية أو كل عمل أو كل شيء كأنه من نصيب طيفة معينة وإحنا بننسى الفكر الكتابي هو الفكر المتكامل المهم في الكنيسة جسد المسيح في الكنائس المحلية سواء كانت كنيسة في فليبي ولا في أفسس ولا في آسيا الصغرى ولا في مصر ولا في فلسطين يعني فيه كنايس ولكن الروح واحد اعتمدنا لجسد واحد وصقينا الروحان واحدة نعم الروح القدس مش الكنيسة معينة لا ولا المجموعة معينة ده كلام غير حقيقي الروح القدس للجميع ولما انسكب الروح القدس يوم الخمسين سكب على الجميع نعم وكل لغات مختلفة موجودة ونوعات مختلفة موجودة ربا عايز يسكب على الكبار والصغيرين الرجال والنساء ايا ان كان الخلفية ايا ان كان الوطن البلد الروح القدس للجميع ومتاح للجميع ومستعد بس اللي يقباله لانه بكل اسف عطر اسيس هو ليه مرات بيغيب عن احدى الكنائس لانه الكنيسة مش مرحبة بيه صح هي قلت له شوية كده للروح القدس احنا هنعرف نعملها احنا با عندنا خبرة الاكستريمز في ناس اغلقت على الروح القدس في صندوق وفي ناس يعني شوهت فكرة الروح القدس بالتطرف الآخر احنا محتاجين الفكر الكتابي في هذا الموضوع لانه محتاجين الروح القدس يعني انا لما اجيت للإيمان انا اكتشفت انه استحالة انك تخدم بدون الروح القدس حقيقة فكان لازم امتل من الروح القدس ده حقيقة محدش يقدر انا مش عارف ازاي اي حد يفكر يعني من كده من غير الروح القدس يعني انا مش عارف ازاي فعلا باجت صعوبة وده بيعني بيعني على طول انه محافظ على علاقتنا مروح القدس لا لإحزان الروح القدس التوبة المستمرة طاعة للروح القدس لما يقولي اعمل كذا تعملش كذا سرب بالتردي قول كده اعتذر هنا المكتاب بعلم لا تقوم الروح لا تكذبه على الروح لا تجدف على الروح وهكده لا تطفق الروح لا تحزن الروح لانه شخص ايوه وهو معانا حقيقة انا عايز ارقايا في النقطة دي قبل ما انا تنقل العمودتين يعني لأعملت الكنيسة اللي احنا محتاجينها الحكي حلو معاك اسيس عم بمر الوقت هيك الكتاب بتكلم عن الكنيسة في وقت البداية فقال تعبير عنها قوي جدا ازاي كانت الكنيسة بتسير بقوة الروح الكدس عدد واحد وثلاثين واما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة اعمال تسعة تسعة واحد وثلاثين فكان لها سلام نعم وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح الكدس كانت تتقاصر امين بص الروعة وكلهم جليل السامرة والشليم كل الكنائس نفس المستوى نفس المستوى كلها بتسير في خوف الرب وبتعزية الروح الكرس كانت بتزداد وتأمل دي رسالة لنا دي رسالة لنا لا تقاصر ولا تعزية ولا انطلاقة ولا حياة ولا بركة للكنيسة بدون ان نمتلئ بالروح ونخضع لقط الروح ونسمع للروح ونتحرك ورا الروح وده مفتاح رأيب هياخد الكنيسة من حتة لحتة تانية امين ويا رب فعلا يحركنا متل محرك الكنيسة الاولى ونمتلئ من روح الله والدوب الانانية والدوب الانقسامات والدوب هاي كنيستو هاي كنيستك كلاتنا نركز على يسوع المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة